بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الخامسة والثمانون بعد المئة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أقاتكم بكل خير هذا لقاء جديد في لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب تجمعنا بصاحب الفضيلة الدكتور صالح من فوزان الفوزان أعضو هيئة كبار العلماء أعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ففي مطلع هذا اللقاء أرحب بضيفنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم مع سادة المستمعين أيهاكم الله وبركة فيكم وفي الأخوة المستمعين الشيخ صالح في بداية هذه الحلقة نستعرض رسالة من مصر باعثتها أختكم في الله سيم ميم تقول كانت لي أخت تبلغ السادسة عشرة من العمر تشاجرت مع أختها فابتلعت بعض الحبوب للتهديد وكانت تردد لا أريد أن أموت لكنها ماتت بالمستشفى فهل يشفع لها أنها صغيرة في السن؟ ربما لا تعي أو تتذكر جزءا من ما يفعل ذلك كم عمرها؟ السادسة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم أن يقتل نفسه قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أمهسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته يده يتوجأ بها في نار جهنم ومن ألقى بنفسه من جبل فمات فهو يتردى في نار جهنم ومن تحسى سما قتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم فالوعيد في هذا الشديد ولكن المسلم يرجى له المغفرة وإن كان قتل نفسه هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولكنها دون الشرك الله تعالى يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه المرأة فعلت كبيرة من كبائر الذنوب وعليها وعيد شديد إلا أن يغفر الله إلا أن يغفر الله لها نعم تقول هل يجوز أن ندعو لها بالمغفرة والرحمة نعم ندعو لها بالمغفرة والرحمة واستغفروا لها لأنها مسلمة لم تخرج بذلك عن الإسلام وإن فعلت كبيرة من كبائر الذنوب أختنا في ثنايا هذه الرسالة تقول أيضا لقد قلت إذا رزقني الله فسوف أحج عن أبي والحمد لله أنا أعمل مدرسة في المملكة العربية السعودية لدي المال فهل أحج أو أحجج عن أبي أم أعطيه المال وله حرية التصرف مع العلم أنه فقير ويعول إخوة وذرية نعم هذا يعتبر من النذر الذي يجب الوفاء به لأنك قلت إذا رزقني الله فسوف أحجج والدي فهذا نذر ذرته على نفسك فالواجب الوفاء به وأما هل يحج هو عن نفسه أو تحججين عنه فهذا بحسب النية حسب نيتك إن كان نويتي أن تحجي عنه وأنتي بنفسك يجب عليك ذلك لأن يكون والدك لم يحج حجة الإسلام فالواجب أن يباشر الحج بنفسه وأنتي تزودينه بالمال أما إذا كان حج عن نفسه حجة الإسلام وهذه نافلة فأنتي بالخيار كما سبق حسب النية بعد هذا ننتقل إلى رسالة من السائلة أم سالم من سلطنة عمان ضمنت رسالتها طائفة من الأسئلة تقول تسأل عندما كنا صغارا أنا ومجموعة من أخواتي أخذنا ما لدينا من حيوانات خاصة الكبيرة منها ربطناه وجعلنا عليه حجارة حتى مات فما واجب علينا وماذا يجب أن نفعل هذا الفعل محرم قتل الحيوان بهذه الصورة هذا أمر محرم لأن الحيوان يقتل لأحد غرضين إما لأكله إن كان مما يؤكل لحمه وإما لدفع أذاه إن كان مما يؤذي ولكن في حال قتله أو حال ذكاته يجب الإحسان في ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وإذا قتلتم فأحسن القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فما فعلتموه في هذا الحيوان هذا خطأ كبير والواجب عليكم التوبة والاستغفار وعدم الرجوع لمثل هذا تقول أيضا إن لمجموعة من الإخوان يرتكبون المعاصي ولا يصلون قاطعين للصلاة أنا حائرة معهم ماذا أصنع وجهون جزاكم الله كل خير الواجب المناصحة أن تواصل المناصحة وأن تأمريهم بالصلاة وتكرر ذلك معهم وكذلك إذا كان لهم والد موجود فإنه يجب عليه أن يلزمهم بالصلاة أو كان أحد من إخوانهم الكبار فإنه يعينك على ذلك فإذا تعاون أهل البيت على الكسلان وأمروه بالصلاة وألزموه بذلك فإنه سيمتثل إن شاء الله الحاصل أنه لا بد من مواصلة النصيحة والاستمرار في الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أيضا من ضمن أسئلة السائلة أم سالم من سلطنة عمان تقول إنني أنجبت حتى الآن ثمانية من الأطفال وأريد أن أخذ مانعا للحمل فهل يجوز وماذا أفعل إني أتعب مع الحمل جدا هذا يحتاج للرجوع إلى الطبيب إذا قرر الأطباء أن الحمل يضرك مضرة ظاهرة ولا مانع من أخذ ما يمنع الحمل إذا أذن الزوج بذلك أيضا لا بد من رضى الزوج بهذا أما إذا كان المقصود أنك تجدين مشقة من الحمل ولكن ليس هناك خطورة ولا يجوز لك أن تعاطي ما يمنع الحمل لأن الحمل مطلوب والإنجاب مطلوب ولا شك أن الحامل تلقى مشقة ولكنها تصبر قال الله سبحانه وتعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها وقال سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين لا بد من المشقة ولكن الوالدة تصبر وهي على أجر عظيم نعم الجزئية الثالثة في هذه الرسالة تقول إنني كنت حامل في الشهر الثاني ونزل الوليد بسبب مني فماذا أفعل وما الحكم عليه إذا كنت فعلت ما أسقط الجنين من بطنك فإن هذا يعتبر من القتل الخطأ تجب فيه الكفارة تجب فيه الكفارة ويعدق رقبه فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وأما دية الجنين فإنها تكون لعصبته إذا طالبوا بها تدفعوا إليهم وإن سمحوا بها فلا باس لكن الكفارة لا بد منها نعم ننتقل بعد هذا إلى واحدة من الرسالة التي جاءت من أحد المستمعين يقول أنا شاب أبلغ من العمر الثاني والعشرين عشت مع أخي الأكبر وزوجته وذلك بعد وفاة والدي وزواج أمي من شخص آخر وقد كفلني أخي وعمري ثلاث سنوات رباني هو وزوجته حتى بلغت هذا السن والحمد لله السؤال هل يجوز لي السلام على زوجتي أخي أو الجلوس معها بدون خلوة وما حكم المصافحة باليد علما بأنها في سن أمي ولها من الأولاد من هم في قرابة سن وهل تعتبرها من الرحمة في دون جزاكم الله خير زوجة وأخيك أجنبية منك ولكنها أحسنت في تربيتك وأنت صغير فلها الأجر إن شاء الله وأنت أيضا تبر بها وتحسن إليها أما قضية أنها من محارمك فليست كذلك ليست من محارمك ويلزمها الحجاب ولا يجوز لك الخلوة بها ولا أن تصافحها بل يجب أن تعتبرها امرأة أجنبية من غير محارمك وأما الإحسان إليها ومكافأتها عما فعلت معك فهذا أمر راجع إليك ومطلوب أن تقابل الإحسان بالإحسان لكن ليس من الإحسان أن تعتبرها محرما لك نعم فرصة طيبة أجدها فضيلة الدكتور أن نقف مع الصور التي تتكرر في مثل هذه الحالة من كفالة الناس وهم صغار ما توجيه فضلتكم لأولئك الذين استغلوا هذه الكفالة بفتح باب الخلوة مع من كفلوهم خاصة النساء هذا كما أشرنا مسألة الكفالة والإحسان للصغير وتربية الصغير هذا من الإحسان يعني كفالة الأيتام والإحسان إليهم هذا يعتبر من الإحسان الذي يؤجر عليه الكافل قد قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين هذا فيه فضل عظيم ولكن لا يعني هذا أن المرأة إذا كفلت يتيما وكبر هذا اليتيم أن يكون محرما لها إلا إذا كانت أرضعته إذا كانت أرضعته رضاعة محرمة فإنه يكون من محارمها أما مجرد الكفالة وهو بعيد عنها في النسب فإنه يعتبر أجنبيا ولها الأجر على كل حال بالإحسان مع النية الصالحة ولكن ليس هو من محارمها فالواجب على هؤلاء أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعتبروا هؤلاء أجانب تتحفظ منهم النساء ولا تخلوا معهم ولا تكشف الحجاب عندهم إلى آخر ما يلزم من أحكام نعم المرسل أخوكم في الله من الدمام خاعين صاد بعث أيضا برسالة ضمنها تعداد من الأسئلة في سؤاله الأول يقول ما حكم صلاة الميت على المنتحر يقصد كيف الصلاة على من نحر نفسه قتل النفس حرام وهو من أشد قتل النفس قتل النفس على وجه العموم بغير حق حرام قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما قد جعلنا لوليه سلطانا وقتل الإنسان لنفسه أشد في التحريم قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن من قتل نفسه بشيء أن هذا الشيء يكون معه في نار جهنم إن كان سما أو حديدة أو ترديا من جبل فإنه يفعل به ذلك في نار جهنم عقوبة له وهذا من باب الوعيد الشديد ولكن ولكن قاتل نفسه لا يخرج بذلك عن الإسلام بل هو مسلم يعتبر عاصيا وفاعلا لكبيرا من كبائر الذنوب ويعامل معاملة المسلم فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين ويدعى له بالمغفرة والرحمة لأنه لم يخرج بذلك عن الإسلام وإن كان فعل كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية قبيحة لكن يرجى له المغفرة أن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك نعم ما حكم أيضا من فعل ذنبا عظيما وهو في صغر سن هل يكفر عن هذا الذنب إذا كبر وكيف إذا كان لم يبلغ فإنه غير مكلف إذا كان لم يبلغ الحلم فإنه يعتبر غير مكلف وليس مسؤولا عن أفعاله قبل البلوغ وليس عليه كفارة إذا كان فعله يترتب عليه ضرار بأحد من إتلاف مال أو نفس أو جراحة فإنه يؤخذ بمال الناس من الحقوق أما ما بينه وبين الله فإنه لا يأسم مدام أنه غير مكلف نعم شيخ صالح أيضا جزئية أخرى في هذه الرسالة من أخينا خا عين صاد من الدمام يقول أنا من المواظبين على الصلاة والحمد لله لكني لا أقوم لصلاة الفجر ذلك لثقة لنومي فماذا أفعل مع أني أجتهد في تنبيه نفسي ليقوم للصلاة المحافظة على الصلاة أمر لا بد منه ولا دين لمن لم يحافظ على الصلاة قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أم الله قانتين المحافظة على الصلاة أمر واجب على كل مسلم لأنها هي عمود الإسلام ولا يحافظ على بعض الصلوات ويتكاسل عن بعضها كالذي يحافظ على صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء ويتكاسل عن صلاة الفجر الصلوات كلها أمرها واحد يجب المحافظة عليها جميعا ولا يتكاسل في بعضها فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلوات مع الجماعة وفي وقتها ولا تتساهل في شيء منها لأن التساهل في واحدة من الصلوات الخمس كالتساهل بها جميعا وترك واحدة من الصلوات الخمس كتركها جميعا لأن الصلوات لا تتجزأ فيحافظ على بعضها ويتهاون في بعضها الآخر لكن باب التوبة مفتوح وعليك بالتوبة إلى الله عز وجل المحافظة على صلاة الفجر كغيرها من الصلوات والله يتوب على من تاب بعد هذا نتقل إلى رسالة من عبده خليد أحماني يقول أنا من مراكش في المغرب لمجموعة من الأسئلة أرجو استعراضها أمام فضيلة الشيخ سنأخذ السؤال الأول ونرجي إن شاء الله بعض الأسئلة إلى حلقات قادمة بحول الله يقول رسالتي هذه تحمل إلى سماحتكم إنها تحمل موضوع أن يدور حول النفس الإنسانية هناك نفس مطمئنة ونفس اللوامة ونفس أمارة بالسوء للأسف الشديد نفسي في خانة النفس اللوامة لأني لا أحب فالسو والإثم والفاحشة لكن لا أستطيع المقاومة وبعد ذلك تنتابني الحسرة وألوم نفسي لوما شديدا كيف أخرج من هذا النفق المسدود وأتبين ما يصلح نفسي وهذا العوجاج فيه هذا هو سؤالي في فقرته الأولى هذا علامة خير إذا كنت تسوءك الخطيئة وتلايقك المعصية إذا فعلتها حتى تتوب منها فهذه علامة خير وعليك بمواصلة التوبة والابتعاد والابتعاد عن المعاصي قد جاء في الحديث أن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن فوجود هذا في نفسك هذا علامة خير ولكن عليك بإلزام نفسك بطاعة الله ورسوله والابتعاد عن المعاصي وإذا استعنت بالله فإن الله يعينك والنفس اللوامة تترقى إلى أن تصل إلى النفس المطمئنة إذا أخذ بها صاحبها إلى الخير قال تعالى قد أفلحها من زكاها وقد خاب من دساها فالواجب على المسلم أن يأخذ بزمام نفسه ولا يستسلم للأهواء والشهوات والشياطين التي تزين له السوء بل عليه أن يأخذ بزمام نفسه إلى طاعة الله ويستعين بالله والله يعينه نعم ننتقل بعد هذا إلى رسالة لأحد الإخوة المستمعين في المملكة العربية السعودية يقول أنا شاب أبلغ من عمر 20 عاما لست متزوج لقد توظفت في واحدة من ودن المملكة لقد أخذت إجازة من عملي وسافرت إلى أهلي بسيارتي كان يرافقني أربعة أشخاص من زملائي وأنا أقود السيارة وكان ذلك في الخامس والعشر من رمضان كنت أمشي بسرعة حوالي 100 كم وقد صار في سيارتي خلل فني تسبب ذلك في حادث وقد توفي الزملاء الأربعة جميعا والآن أنا في عملي بعيد عن أهلي لا استطيع الصيام ووالدتي تريد أن تصوم عني شهرين هل يجوز لها القيام بذلك الصيام وهل هناك كفارة غير الصيام إذا كان تقرر عليك من قبل المحكمة أنك متحمل لدماء هؤلاء الذين ذهبوا بالحادث ولو بنسبة يسيرة من الحادث لو كان عليك 20% أو 5% من الحادث فإن عليك الكفارة عن كل نفس ماتت في هذا الحادث والكفارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عدق رقبه فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وتذكر أنك لا تستطيع الصيام نظرا لظروفك وأن والدتك تريد أن تصوم عنك بعض الكفارات بعض الكفارات هذا لا يجزي بل تبقى الكفارة دينا في ذمتك حتى تستطيع الصيام فتصوم بإذن الله في المستقبل وأيضا ليس بلازم أن تواصل الكفارات بعضها مع بعض بل تصوم مثلا كفارة صيام شهرين ثم تستريح فترة ثم تصوم الكفارة الثانية شهرين متتابعين ثم تستريح ثم تصوم الكفارة الثالثة وهكذا لازم أن تواصل الكفارات بعضها مع بعض في الصيام لأن هذا يشق عليه ولكن تصوم منها ما تيسر لك ثم إذا أكملتها فإنك تستريح بعض الوقت ثم تشرع في الثانية حتى تكملها وهكذا إلى أن يعينك الله سبحانه وتعالى على إبراع ذمتك بعد هذا من مكة المكرمة رسالة من ميم ألف هكذا هو رمز الرسالة تقول فيها المرسلة ما حكم إرضاعي أمام عمي والد زوجي تقول هل يجوز أم لا الواجب على المرأة أن تستر نفسها وأن لا تظهر أمام محارمها من عمها أو غيره إلا ما جرت العادة بكشفه أن تكشف وجهها أو كفيها أو ما جرت العادة بكشفه وإظهار الثدي عند عمها ليس بضروري تستر ثدها وإذا ظهر شيء منه بدون قصد أو دعت الحاجة إلى إخراجه فلا بأس بذلك أيضا في سؤالها الثالث تقول إن معنا في المنزل بعض الأشخاص يثقل عليهم أو يثقل أن يقوموا في صلاة الصبح وأقوم برش الماء عليهم ولكنني خائفة من أن أتركهم لا يصلون الفجر فماذا توجهونني عليك بالجد والاجتهاد في إيقاظهم وإذا كان رش الماء عليهم فيه مشقها أو يخشى عليهم أن يتأثروا فلا ترشي عليهم الماء ولكن أيقظهم بالكلام وبلمس أجسامهم وغير ذلك من الأمور المنبهة وإذا كان رش الماء لا يؤثر عليهم يعني لا يسبب لهم إزعاجا يخشى عليه على عقولهم منه فلا مانع من رش الماء أما إذا كان يخشى أن يسبب إزعاجا ربما يؤثر على عقول بعضهم فاجتني به وجزئيتها الثالثة في هذه الرسالة تقول أيضا أريد التحدث حول سترة الإمام وخاصة مرور الأطفال أمام المصلي إذا اتخذ المصلي إماما كان أو غير إمام إذا اتخذ إمامه سترة قدر مؤخرة الرحل يعني يتخذ شيئا قائما أمامه من جدار أو أي شيء يكون قائما أمامه فإنه لا يبالي من يمر وراءه لا يبالي من يمر وراء الستارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لأمته وأن الإنسان إذا صلى إلى سترة ومر أحد من ورائها أن ذلك لا يؤثر عليه نعم يبدو هذه الرسالة من مكة المكرمة أيضا تريد أن تقف حول السترة في بيت الله الحرام ركزت على مرور الأطفال بالذات شيخ لا يؤثر هذا في المسجد الحرام أن يمر الناس أمام المصلي لوجود المشقة لوجود المشقة في ذلك ووجود الحرج فلا مانع أن يصلي الإنسان والناس يمرون من أمامه قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والناس يمرون من أمامه ولم يمنعهم وذلك لوجود المشقة وأيضا إذا كان المصلي يصلي وراء الإمام فإن سترة الإمام تكفي عن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره ما حكم مر أمام سترة المصلي ما بين السترة والمأموم فإنه يفعل محرما إذا مر بين الإمام وسترته أو مر قريبا من الإمام الذي لم يتخذ سترة فإنه يأثم بذلك إثما عظيما قد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر من أمام المصلي وحكم صلاة الممرور أمامه الصلاة صحيحة إلا إذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب كما جاء في الحديث أحد هذه الثلاثة إذا مر من أمام المصلي بينه وبين السترة أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة إذا مرت هذه الأشياء الثلاثة فإنها تبطل صلاته أما المار غير هذه الثلاثة فإنه لا يبطل الصلاة بارك الله فيك فضية الشيخ وتمنى من الله سبحانه وتعالى نلتقي وأنت والسادة المستمعين على خير إن شاء الله والسلام عليكم الكرام في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئتي كبار العلماء عضو اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء شكرا لفضيلته على تفضله بإجابة السادة المستمعين في حلقة من حلقات برنامجنا نور على الضرب ألقاكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة